موسيقى موسيقى من لندن اختر رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الاعتذار للاستعمار البريطاني بطريقته وفي حين يعتبر الزبيدي ومجلسه الوحدة اليمنية احتلالا يرى ان الاحتلال البريطاني لم يكن سوى شراكة موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى فضاحور التصريحة المثيرة للجدل تبعتها عاصفة من الردود باعتبارها اهانة للشعور الوطني وانتقاصا من تضحيات الشعب في المحافظات الجنوبية وتبخيصا لدور مناضري ثورة اكتوبر التي احتفي بها الزبيدي ومجلسه كل عام في منتقد البعض هذه التصريحات غير المسبوقة لم يعدم مؤيدون مجلس التبريرات بالقول انما انجزه الاستعمار البريطاني خلال فترة وجوده في الجنوب اليمني يفوق كل انجازات الحكومات الوطنية بعد خروجهم بل اكثر من ذلك فان ممارسات سلطة الوحدة هي السبب الرئيسي بالنظر الى فترة حكم البريطانيين على انها افضل تجربة مرة بها الشعب في الجنوب وان من الواجب اعادة النظر في كل ما قيل فيها وعنها او هكذا يقولون من جهة اخرى يرى المنتقدون ان هذه التصريحات ليست منقطعة الصيلة عن طبيعة عمل المجلس الانتقالي والدور الذي يلعبه ومساعيه للانفصال وتكوين دولة الجنوب العربي وهو الكيان الذي كان صنيعة الاستعمار البريطاني قبل ثورة اكتوبر وبالتالي فان التصريحات تبدو منطقية وفي سياقها نظرا لارتباطات المجلس الاستعمارية والتساؤلات هنا ما هدف هذه التصريحات وما هي اسباب هذا الحنين انصح التعبيد للاستعمار ولماذا يمنح المجلس الانتقالي ونفسه الحق بالحديث باسم الجنوبيين وبهذه الطريقة سيكون معنا للنقاش حول هذا الموضوع نائب المتحدث الاعلامي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح من عمان ومن بريطانيا الاكاديمي والباحث رسد دكتور احمد الدبعي ارحب بكم اضيفي الكريمين ابدأ معكم بسؤال مشترك واطره عليك بداية سيد منصور صالح اذا الاستعمار يتحول الى شراكة عند المجلس الانتقالي ما الغاية من هذه التصريحات اولا بسم الله الرحمن الرحيم انا هنا اتحدث باسمي شخصيا ولا اتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي ولدى المجلس الانتقالي الجنوبي ناطق رسمي هو الاسد سالم ثابت العولقي وصراحة لا اكاد اضبط نفسي من الضحك وانا اسمع هذه المقدمة الكوميدية التي تتحدث عن اعتذارات وعن لا ادري ما اسميها لكن انا اعتقد انها لست سواء حالة من الهستيريا التي اصابت الاخوة في الاعلام المعادي للمجلس الانتقالي الجنوبي قراء الانتصارات الكبيرة التي يحققها المجلس الانتقالي الجنوبي ومنها هذه الزيارة التي يقوم بها اليوم السيد الرئيس عدروس قاسب عبد العزيز زبيدي حفظه الله وبارك كل خطواته وقهوده التي تنتصر للجنوب وليقضيته حقيقة لا ارى شاركنا الضحك ما الذي اضحكك السيد صالح اهلا بك بكل تأكيد بأي صفة شاركنا الضحك ما الذي اضحكك في هذه المقدمة التي نقلت وجهتين نظر مختلفتين في نهاية المطار والله ما يضحك فعلا انه هناك من بات يبحث عن اي عثرة او اي كلمة يمكن ان يعتبرها مستمسكا على المجلس الانتقالي الجنوبي وعلى السيد الرئيس عدروس قاسم عبدالعزبيدي الذي لم يقل شيئا هو تحدث كلام واضح وكلام منطقي وكلام مسؤول حينما يتحدث عن الشراكة مع الاصدقاء البريطانيين اقول للاصدقاء ولا اقول كما قال او كان يقول علي عبدالله صالح هم الاخوة البريطانيين وهذه الشراكة هي ايضا من تحدث عنها الرئيس عبدالربو منصور هذه وقال انه الانجليز كانوا شركاء وشكرهم وقال كلاما كثيرا ولم نسمع يوما من ينتقده وهو يتحدث عن الشراكة مع البريطانيين الرئيس قال نتحدث عن شراكة قديمة مع بريطانيا ايضا اثناء في فقط وقت قديم ايضا قال اثناء الوجود البريطاني عموما اشارة للتعليق اقول انه فعلا هناك من بات يدفع بالناس للحلين لبريطانيا طيب انا تقولي ما هي الغية من هذه التصريحات لم تجبني الى الان عن سؤالي لا توجد تصريحات بهذا المعنى الذي تتحدثون عنه وانا اعتقد انه الرئيس عبدالعزو بيدي سيد صالح الم يقل بكلامي وهذا الكلام منشور على صفحتك في الفيسبوك انه في اول زيارة للمملكة المتحدة لبريطانيا باعتبارها كانت شريكا في الماضي وساهمت في ترسيخ النظام والقانون في مدينة عدن وميناء عدن والشعب الجنوبي بارث طويل معها وهم مهتمون على اساس وهم يعني مهتمون على اساس ننقل قضية شعب الجنوب من المستوى المحلي والاقليمي الى المستوى الدولي هذا الكلام ألم يقله عيدروس الزبيدي ونشرته انت في صفحتك قال الرئيس الزبيدي قال فقرتين في هذه العبارة اللي ذاتها قال الشراكة أثناء شراكة السابقة مع البريطانيين وأثناء الوجود البريطاني وهناك فرق الشراكة ربما نتحدث عن شراكة ما بعد الاستقلال في 67 وفي تلك الفترة كان هناك قاعدة بريطانية وقدت في القنوب لتحمي القنوب وهذه القاعدة طردت لاحقا بقرار من وزير الانتفاع علي سالم البيض وأثناء الوجود البريطاني الذي استمر 129 عاما وقاوم شعبنا القنوبي وقدم في زبيل ذلك آلاف الشهداء من بينهم شهداء يقربون للرئيس عيدروس قاسب عبدالعيز زبيدي الذي كانت محافظته ومنطقته هي من المناطق التي بدأت بالثورة على الاستعمار وما زال الرئيس زبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي هم أوفية لتطعيات الشهداء وللدماء الطاهرة التي سالت في سبيل تحقيق الاستقلال الأول وما زالت تسيل مرورا نحو تحقيق الاستقلال التاري طيب أنا بداية أدعو الأسادة المشاهدين إلى التوجه لصفحتك على الفيسبوك ومتابعة المقطع الذي تحدث به عيدروس الزبيدي ليروا ما الذي صرح به لكن ننتقل الآن إلى ضيف الآخر أستاذ دكتور الدبعي أحمد الدبعي من لندن دكتور الدبعي هذه التصريحات الاستعمار يتحول إلى شراكة كما يبدو عند المجلس الانتقالي ما الغاية التي تفهمها أنت منها بداية مساء الخير لك أستاذ المشاهدين ودعني أبتسم كما بدأ الأخ منصور أبتسم أيضا حقيقة لم نكن نتصور أن نصل لمستوى أن نسميه استعمار أو احتلال بريطاني أنا بريطاني على فكرة والبريطاني من أنفسهم في البرلمان سمعتوا مناقشون أن الاحتلال الذي مارسوه على الدول النامية أو العالم الثالث كان عدوان وكان ترقى لمرتبة الجرائم والتقارب الغير الانتقال الجنوبي يريدون أن يسوقون لمشروعهم بأي شكل وتبدو عليهم عدم الخبرة السياسية في انتقال الفاظ وبشكل عام أنا أتابع عدائهم احترامي الشديد لهم أنا لا أنتقس من حقهم إذا طالبوا بالانفصال أو ما إلى ذلك ولكن أعود وذكر الأخ منصور بأن قضية الانفصال وقضية الشراكة وقضية من الذي أنتخب الأخ منصور أو من الذي أنتخب الزبيدي حتى يتحدث باسم الجنوب أو شعب الجنوب أنا لا أؤمن أن هناك حركة سياسية في القنوب منتخبة خولها الشعب بشكل حقيقي بشكل شفاف ليتحدث باسم الجنوب كلمة شعب الجنوب سنعود إلى هذا المحور سنعود دا حقا دكتور إلى هذا المحور لكن أريد أن أفواجه نظرك حول ما هي الغاية التي يريدها المجلس الانتقالي أو رئيسه على الأقل عيدروس الزبيدي عندما يصرح بمثل هذه التصريحات الأخ عيدروس الزبيدي يبدو أنه مدفوع من مطرف إقليمية للذهاب إلى لندن والتحدث مع البريطانيين حول قضية أو قضية الانفصال لانفصال الجنوب من الشمال ومن اليمن يبدو أنه مدفوع لأن الحركات المجلس الانتقالي بالتحديد مدعومة من الأشقاء في الإمارات ويبدو أن المجلس الانتقالي آثى إلى هنا إلى لندن لكسب ود البريطانيين ما هكذا تورد السياسة وما هكذا تمارس أصلا السياسة البريطانيون يعرفون أن يعرفون اليمن جيدا ويعرفون ما حساسية الآن قصة الانفصال والوحدة وما إلى ذلك وأنا استمعت المسؤولين بريطانيين كثيرين وهم بالأساس أصلا يبحثون عن حل الآن لإيقاف الحرب والدمار الحاصل في البلد وقضية الوحدة والانفصال في الوقت الحاضر ما هي إلا لحظة توهان في الجنوب وفي الشمال وفي كل أطراف اليمن نحن نعيش حالة تيه كبيرة في اليمن نوغل في تدمير النسيج الاجتماعي اليمني ونوغل في تدمير بلدنا ونتج لقضايا في الوقت الراهن توغل حقيقة في تشتت في تشتيت الجهد وفي إضاعة البلد حقيقة بدلا من الذهاب إلى استقرار والذهاب إلى إيقاف الحرب وهذه المهازل الحاصلة في اليمن إخواننا في الجنوب الآن يبحثون على الانفصال والبحث على الانفصال في الوقت الحاضر هو مساهمة حقيقة في تغييب الدولة ولن يفيد ذلك لا الجنوب ولا الشمال ولا الوسط ولا أي مواطن يمني طيب سنعود إلى هذه النقاط دكتور أحمد الدبعي عود إليك سيد منصور صالح على أن هناك عندما نتحدث عن شراكة يقال شراكة عن علاقات تربط دولتين أو شعبين ببعض بعلاقات منفعة متبادلة مثلا تستشهدون بكلام الرئيس هادي الرئيس هادي لم يتحدث عن الشراكة في أيام الاستعمار تحدث عن الشراكة بعد الاستقلال عن شراكة بعد دولة الوحدة أيضا لكن عندما يتحدث عيدروس الزبيدي على شراكة كانت شريكا في الماضي وساهمت في ترسيخ النظام والقانون في مدينة عدن وميناء عدن يعني يتحدث عن فترة محددة كيف هي مظاهر الشراكة القائمة بين احتلال وبين يمنيين في المناطق الجنوبية الرئيس عيدروس الزبيدي طبعا يتحدث عن شراكة لاحقة هي ما ذهب إليه الرئيس في مهمته هذه شراكة للمستقبل شراكة مبنية هو قد في الماضي يذكر فيها الرئيس الزبيدي نعم يذكر فيها الرئيس الزبيدي الأصدقاء البريطانيين إلى أنهم كانوا موجودون في عدن وأسهموا في فترة احتلالهم للمدينة في خلق مجتمع ربما تحلى أو تميز بالوعي والثقافة وترك أيضا شعبا يؤمن بالنظام والقانون وأيضا ترك عدن وميناء عدن كثاني ميناء في العالم وكانت مدينة عدن أيضا في تلك الفترة هي المدينة الثانية أنظف مدينة على مستوى العالم وفازت مدينة التواهي تحديدا بجائزة دولية كأنظف مدينة في الشرق الأوسط أو على مستوى العالم بعد مدينة أخرى فرنسية هذه الإيجابيات الرئيس الزبيدي غزل من خلالها الأصدقاء البريطانيون ليعودوا بصفتهم اليوم يلعبون دورا أساسيا ومحوريا في الملف اليمني نحن حين نتحدث اليوم أو حين ذهب الرئيس الزبيدي إلى بريطانيا ذهب للحديث عن المستقبل ولم يذهب لمحاكمة الإنجليز ولا للبحث عن اعتدار منهم هذه مساءل ستكون مساءل لاحقة وهي ستبنى وفق مؤسسات مؤسسات الدولة الجنوبية اللاحقة التي لا بد أن تطالب بتصحيح وعادة الاعتبار لشعبنا الجنوبي عن كل ما حل به أكان ما حل به أثناء الاستعمار البريطاني البغيض أو ما حل به في ظل الاستعمار اليمني الأبغض ما بعد هذا أذكر أيضا أنه حين تحدث الرئيس الزبيدي إنما أراد أنه وصل رسالة أخرى إلى أنه فترة 129 عاما من الوجود البريطاني رغم مساوئها رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا إلا أنها ربما كانت أخف وطأ وأخف ضررا على شعبنا مما لحق به في عهد الوحدة وهذا الشيء المؤلم والمؤسف الذي ينبغي أن يناقش على مستوى أعلى كيف أنه تحول الأجانب والنصارى واليهود كما نصرفهم سابقا إلى أنهم كانوا أرحم علينا من أخوتنا وأبناء قلدتنا الذين ذهبنا إليهم بملابسنا إلى صنعاء ذهبنا في وحدة طوعية دماغية سلمنا لهم دولة وسلمنا لهم عاصمة وسلمنا لهم رئاسة الدولة وقاءوا ليأكلوا الأخضر واليابس لينهبوا الأرض ويدمروا المؤسسات ويقضوا حتى على ما تركه الأعداء حتى على ما تركه الاستعمار الاستعمار ترك المستشفيات وترك وشق الطرق فقال الأشقاء والإخوة لينهبوا ما تركه الإنجليز وليدمروا ما حافظ عليه الإنجليز دعني أنقل هذا الكلام إلى الدكتور أحمد دعني أنقل هذا الكلام أنت تقول أن الاستعمار البريطاني كان بغيض لكن كما تصف أنت الاستعمار اليمني كما تقول ومع تحفظ على ذلك هو أبغض كيف ترى ذلك دكتور الدبعي ما قاله ضيفي منصور صالح هذا وهم الرقل يتحدث عن وهم القنوب والشمال ذهبوا إلى الوحدة في عام 1990 وشارك الإخوة القنوبين في كل مفاصلة الدولة أغلب رؤساء الحكومات وغلب الوزارة كانوا من الجنوب ونائب رئيس الجمهورية الرئيس عبد الربو منصور هادي من أين؟ من جنوب السودان يعني؟ من أين الرئيس عبد الربو منصور هادي؟ الذي كان نائب رئيس عبد الله صالح لأكثر من 17 سنة وقبل ذلك كان وزير الدفاع وكان أتذكر أغلب رؤساء الحكومات التي أدارت الجمهورية اليمنية كان رؤساءها وأغلب الوزارة من الجنوب عموما دعني أتحدث هنا وأقول أن الحديث عن احتلال يمني لعدانا أو احتلال يمني للجنوب هذا وهم هذا يضحك علينا العالم فيه الذي حصل في الجنوب أن إدارة الوحدة في عام 1990 لم تكن بذلك المستوى سواء من إدارة من الأخوة الجنوبين أو الشمالين كان علي عبد الله صالح ديكتاتوراً كما نعلم وضحك على الجميع ولكن هناك كثير من الجنوبين شاركوا في التطبيل علي عبد الله صالح وفي إطالة حكمه في الجمهورية اليمنية إذن هناك شراكة في قضية سوء إدارة الوحدة بين الشمال والجنوب في دولة الجمهورية اليمنية وتنصل الإخوة الجنوبيين وكأن الشمال كان قبائل من التتار أتت للجنوب هذا كلام وهم بالعكس المحافظة كثيرة من المحافظة الشمالية تأثرت بسبب الوحدة بين ثلتاعز وذهبت للأموال لعدان وريال الأعمال وما إلى ذلك نحن هنا نتحدث عن سوء إدارة للجمهورية اليمنية هذا السوء للإدارة وكون دمامل في قسد اليمن وكون عاهات كثيرة اقتصادية سياسية اجتماعية ومظالم المظالم التي حصلت في عدن أو في الجنوب يعاني منها في الناس في الحديدة في تعز في مارف في صعدة في كل المحافظات هناك سوء إدارة هناك دولة فاشلة كانت تدير الأمور من صنعها بشكل متخلف نحن الآن نبحث عن ثار الشعب في 2011 نبحث لتصحيح هذا الخلل الذي حصل والذي أرهق اليمنيين نحن نبحث عن دولة مواطنة متساوية للجميع هذا المشروع الكبير الذي يجب أن ننظر من أجله أما أن نتحول الانفئوية والقروية والجنوب والشمال نحن قربنا الانفصال الانفصال كان كل ستة أشهر نتحارف الشمال والجنوب في هذه النقطة دكتور هناك تصريحات لعيدروس الزبيدي لصحيفة الجارديان البريطانية يقول أن الوحدة كانت بين نظامين ديكتاتوريين ولم يسأل أحد عن إرادة الناس في ذلك الوقت في هذه الوحدة كيف تعاقب على هذه النقطة؟ عيدروس الزبيدي آخر من يتكلم عن الدكتاتورية والديمقراطية هذا الرجل لم ينتخبه أحد أصلا ليتحدث باسم شعب من الذي انتخب عيدروس الزبيدي؟ لم يلي شوية ناس في ميدان في عدن ثم يسمي نفسه رئيس البريطانيون أنا أتحدث معهم حتى وزراء هم يضحكوا علينا بهذه المسميات أنت في القرن الواحد والعشرين تدعي أنك تمثل شعب بدون انتخابات هذه مهزلة أصلا ثم الآن يتحدث عن نظامين ديكتاتورين نحن قلنا في عام 2011 ثار الناس لإصلاح مسار الوحدة لإصلاح مسار الدولة بشكل عام الدولة دارها عسكر ودارها نظام ديكتاتوري كان يبحث عن كل همه هو توريث السلطة لأولاده أو لقبيلته دعونا نذهب إلى دولات تنتصل للمواطنة المتساوية والحرية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ثم حتى بعد ذلك عندما تستقر البلد إذا أراد الأخوة الجنوبيون مثلا إذا أرادوا ينفصلوا أو هناك مشروع انفصال أو استقلال لا يتم هكذا الذهاب إلى التسول من خلال العواصم الكبرى هذه مشكلة أو مسألة وطنية يجب أن نتحدث فيها كشعب يمني نحن شعب في جغرافية واحدة وشعب واحد يجب أن نتحدث بشكل صريح وبشكل راقي بيننا البين ونعزز الثقة فيما بيننا نحن نريد أن يعيش اليمني معززا مكرما في كل محافظة اليمن لو رأينا أن هناك إدارة دولتين في اليمن أو حتى أقاليم أو ما إلى ذلك يجب أن تطرح على الطاولة بشكل حقيقي بشكل شفاف بيننا كيمنيين لا أن نأخذ مشاكلنا ونتسول بها في لندن وفي واشنطن وفي فرنسا هذا كلام حقيقة مضيعة للوقت وتعزيز حقيقة تعزيز للصراعات المستقبلية ماذا لو أنفصل القنوب بالقوة الآن؟ هل الشمال سيبقى يتفرق لما حصل في القنوب؟ نحن نتحدث عن إدارة مستقبل إدارة مستقبل للشعب اليمني هذا المكلوم الشعب الذي يعاني من عشرات السنين الذي يرزح تحت حكم فاشل في عدن في صنعة نحن نريد مستقبل الآن للجميع نريد مواطنة متساوية مشروع حقيقي ينتشل اليمن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا للمكانة التي تتناسب وحضارة اليمن هذا المشروع الذي يجب المناظر من أجله دعني أعود إلى سيد منصور صالح سيد منصور صالح يشير إلى ذات التقرير أو المقال في الڭاريان للكاتب باتريك وينتر يقول في أن الخطر الذي يمثله المجلس الانتقالي الجنوبي في بحثه عن الحلفاء على أنه سيجد نفسه في لحظة من اللحظات حاكما مستقلا بالاسم فقط لكن بالحقيقة من سيدير البلاد هم الناس من دبي كما يقول الكاتب وهذا الاتهام ليس من فقط هناك الكثير من من يتهمكم بأنكم مكون مرتبط بأدوار السعمارية يتهم المجلس الانتقالي هذه التصريحات التي قالها عيدروس الزبيدي تأتي لتؤكد وتزيد من هذه الاتهامات دوركم كأداء يعني يتحدث عن مجلس الانتقالي كأداء للإمارات في الجنوب الآن هناك تبرئة لبريطانيا من جرائم الاستعمار ما هو السبب الذي يدفع المجلس الانتقالي للعمل مع الخارج لتحقيق هذه الأهداف نعم أولا أود أن أوضح شيء حينما نطقت أنا كلمة الاستعمار البريطاني الاستعمار اليمني فأنا لما يأتي بها من ذاتي هذه العبارة قالها تحديدا نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر وعندما قال أنه علي عبدالله صالح حكم الشمال بالاستبداد وحكم الجنوب بالاستعمار النماذج التي قدمها على شقاء اليمنيون في الجنوب هو ليست استعمارا يمنيا هو استعمار البلاد كلها وما زال علي عبدالله صالح ورموزه يحكمون إلى اللحظة بما فيهم القيادات المحسوبة على التقمع اليمن الإصلاح هم رقال علي عبدالله صالح والتقمع اليمن الإصلاح هو حزب أنشئه علي عبدالله صالح يعني لا دعي للمغالطة واللف والدوران والتلاعب بالألفاظ لسنا أغبياء والمجتمع يفهم والشعب يفهم أيضا نحن حينما ردنا على السؤال أنتم تركزون على حديث محدد للرئيس عيدروس الزبيدي وكنت أتمنى أن يتم التركيز حول المبادرة التي قدمها الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي لحل المشكلة في اليمن وهو الكلام الذي يصب في الأساس لمصلحة الشعب اليمني في الشمال والقلوب يا سيد الكريم هذا الكلام الآن هذه الاتهامات والكلام ليس مني فقط هذا من قام بالمقابلة مع عيدروس الزبيدي في صحيفة الجارديان يقول أن المجلس عبارة عن أداة للخارج يستعملها ومن يحكم في الحقيقة من سيكون حاكما في الحقيقة هم أناس في دبي هذا كلام يعني فارغ من المعنى ولا قيمة له ولا نلتفت لا أساسا نحن في القنوب والشعب القنوبي القز الأكبر منه وردا على أخي الدكتور الدبعي الشعب القنوبي خرج في الرابع من مايو بمئات الآلاف لفوض الرئيس أو في فوض يومها الأخ عيدروس قاسم عبد العزبيدي لتشكيل كيان سياسي قنوبي خرج بمئات الآلاف لم يخرج عشرة ولا مئة ولا ألف ولا ألفين ولا مئات ألف فقط إنما خرج بالآلاف ونحن إن خرج أن أتىنا اليوم من يخرج بخمسة بالمئة مما خرج من تلك الجماهر التي خرجت في الرابع من مايو لتفوض الزبيدي لا قلنا نحن معكم وإلا خرجنا معهم المسألة أن هناك إجماع شبه كامل لدى الشعب القنوبي لتفيد هذا الرجل عيدروس قاسم عبد العزبيدي الذي نرى فيه قائدا حقيقيا قائدا صادقا رجلا جاء من جبهات القتال رجل كان صاحب تاريخ إلى الآن لم يلوث رجل صادق كل من يعرف عبد العزبيدي لا يستطيع أن ينتقده بشيء وهذا حالة القلق وهذه الاستيريا التي نراها في الإعلام المعادي للجنوب المجلس الانتقالي القنوبي إنما هي نابعة من شعورهم بخطورة هذا الرجل بقدرته على فتح الأبواب المغلغة بقدرته على التواصل مع العالم أنا كنت في هذه القناة قبل سنة أو يزيد عن ذلك كنتم تناقشونني في تصريحات أحمد عبيد بن دغر أنه احتوى المجلس الانتقالي القنوبي وكنتم تناقشون أيضا عن حديث الرئيس عبد الربو منصور هادي الذي قال أنه المجلس الانتقالي أصبح في حكم المتهي اليوم أنتم تناقشوننا ماذا قال الرئيس عيدروس قاسم عبد العزيز زبيدي في مجلس العموم بريطانيا بالنسبة لك أنا ترى أنه ليست هناك مشكلة في اعتبار الاستعمار شريك لليمنيين الاستعمار البريطاني لماذا الإصرار؟ بريطانيا كانت احتلال استمر ١٢٩ عاما وخرج بالقوة والنار والحديد وآلاف الشهداء سقطوا في سبيل طرد الاستعمار البريطاني اليوم الوضع اختلف بريطانيا اليوم ليست بريطانيا الاحتلال في ذلك لماذا إذا لا يخرج زبيدي اللي يعتذر لمن فهم كلامه خارج السياق إذا كان فعلا هذا الكلام هو ما يقصده الرئيس الزبيدي اليوم يمضي موكبه بقوة ويمضي قطاره بقوة نحو بناء أو تحقيق أهداف تطلعات الشعب القنوبي ليس معنيا بالرد على المفسبكين ولا على القنوات الفضائية التي تتصيد العثرات أنا أقول لك كنت أتمنى أن تركزوا على ما قاله الرئيس عدروس قاسم عزبيدي وهو يقدم مبادرته للأصدقاء البريطانيين للحل في اليمن هو يقول لكم نحن نريد وقف الحرب في اليمن نحن نريد أنهاء الانقلاب الذي قام به الحوثيون هذا ما كان يهمكم لتعودوا من تركيا لتعودوا من قطر لتعودوا من الرياض إلى صنعات ثلاثة منها تتعلق بالشراكة الماضي مع المملكة المتحدة يعني نصف كلامه كان عن هذا الأمر هذا التصريح مشهور في صفحتك موجود يمكن لكل من يشاهدنا الآن العودة عليه لكن دعني أنتقل هنا الآن إلى دكتور أحمد الدبعي وأسأله في هذا السياق دكتور يعني في حين يبدو أن الحوثي في طريق تكريس سلطته كإمامة في المحافظات الشمالية لماذا يبدو صعبا القبول بحق الجنوبيين بالبحث عن مصالحهم الحصول حتى على مساعدة من الخارج بداية ما خلينا مزح مع الأستاذ منصور شوف البريطانيين ما يحبوش الشعر آخ منصور يعني ما لهش داعي مقدمة المتنبي يتاقوا يعني يتمدحوا لمجلسة في مجلسة العموم مجلسة العموم على فكرة يعني ممكن ثلاثة منين من مجلسة العموم يستدعوا دائما يقوموا ناس من الصين لا يعني أنه ذلك إنقاذ قاتل المجلسة العموم يتمدحه أنا اللي أتمنى من الآخ عيدروس الزبيدي والآخ منصور وهؤلاء الأخوة الأحباب يعني أنهم يكونوا حزب يكونوا حركة ناضجة تساهم في تطرح تبدأ تطرح مبادرة وطنية لليمنيين أنفسهم بدل أن تقدم الخواقات المبادرة تعال قدم للرئيس هادي وتعال قدم للحوفيين كذلك للجميع في اليمن وحط وقال نحن ككيان نقدم مبادرة لإخراج اليمن من هذه المعمعة البريطانيون لا يهمهم منه إذا استمر الحرب حتى ألف سنة ليست أولوية لهم الآن لديهم أولوية للخروج والبريكزيت من الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن المشكلة هذه مؤرقة جدا لهم وتأخذ منهم كثير من قهودهم السياسية لذلك أنا أتمنى من الأخوة في المحافظة الجنوبية أن يرتبوا أوراقهم بشكل صحيح وأن يتحدثوا بشكل منصف الذهاب للخواجات الخواجات ممكن يقول لكم نعام وما إلى ذلك وأنا أعرفهم تماما نعاش في البلد هذه عشرين سنة القصة وما فيها طيب لماذا تعد مشكلة؟ بالأساس دكتور الدبعي لماذا هي مشكلة مادم أن هناك من يبحث الأعمى من خارج الأراضي اليمنية مثل الحوثيين مثل غيرهم حتى يعني في نهاية المطاف الرئيس هذه طلبة مساعدة من الخارج أيضا لماذا هي مشكلة فقط بحق من يمثلهم عيد الرزوبيلي الجنوبيين كما يقول فين يبحث عن مساعدة من الخارج الخارج في اليمن أصبح مشكلة أكثر من حل دعني أقول لك الحوثيون عيشون وراء واهم أن إيران ستدفعهم لإقامة دولتهم والأخوة في الجنوب يبحثون عن واهم أن الإمارات السعودية قد تدفعهم للاستقلال نحن اليمنين نعيش كما قلت لكم أننا نعيش لحظة تواهان تاريخية كبيرة وهم الحل في اليمن هو في الداخل أن يقلس اليمنيون مع بعضهم البعض كما حدث في 2012 في أثناء المؤتمر الحوار الوطني وأن يعودوا للطاولة من جديد وأن يتحاوروا لتشكيل مستقبل هذا البلد الذهاب إلى هذه الأطراف الخارجية التي تتاجر أصلا بالقضية اليمنية هو وهم هو ضيع للوقت وتمزيق لليمن لن يستفيد من ذلك لا الشمال ولا الجنوب أقصر الطرق للإخوة الجنوبين لتحقيق ما يريدون هو الحوار اليمني وأيضا الحوثيون أقصر الطرق لأي مكاسب يحققونها سوف يكون على طاولة حوار يمنية خالصة الخارج لن يحلنا مشاكلنا يا عالم صدقوني لا بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبي ولا أمريكا نحن أصبحنا الآن مقرد منطقة جغرافية تتم فيها عملية حرب قدرة وتتم فيها عملية تصدير السلاح وهناك أطراف دولية تريد إطالة أمد الحرب في اليمن لأنها أصبحت مصدر دخل لمصانع أسلحة في الشرق وفي الغرب لكن دكتور لا يمكن أيضا إنكار أهمية التحركات الخارجية يعني الآن هل أفهم منك أن لقاءات الزبيدي لقاءات الرسمية كما يقول عفوا كما يقول موقع المجلس الانتقالي الرسمي اللقاءات الرسمية مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية لجان البرلمان البريطاني ومع عدد من المسؤولين وقاد الأحزاب السياسية بريطانية هذه كلها تحركات أفهم منك ليست ذات فائدة صدقني ليست ذات فائدة العقل البريطاني السياسي يحب أن يستمع من الجميع يحب أن يستمع من كل الأطراف في اليمن حتى لو الحوثيون على فكرة يأتون إلى هنا عبر أعرف ناس كثيرين يمثلون الحوثيين يقابلون وزراء ويقابلون الطرف المقصر في المشكلة المضحك في اليمن أن الحكومة اليمنية نفسها لا تتحرك كما يتحرك المجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحوثيين الحكومة حقيقة فاشلة في إدارة الملف السياسي اليمني وتعريف العالم بالقضية اليمنية منكفية هناك بين فرادق الرياض وفي بعض فرادق الدول العربية وأصبح الآخرون هم الذين يديرون المشهد الدبلوازي السياسي اليمني للأسف الشديد لكن أعود وأقول أن تحركات المجلس الانتقالي في أوروبا أو في أمريكا أو ما إلى ذلك صح سيساهم في شرح القضية الجنوبية هنا أو هناك ولكن من خلال يعرفون تماما البريطانيون أن المجلس الانتقالي الجنوبي لا يمثل الجنوبيين بشكل كامل وهناك تيارات كثيرة في الجنوب هناك مجلس انتقالي ممكن ينشأ في يمثل الجنوب أيضا من جهة أخرى كما كان معول عليها أن يقام في مصر تقريبا وما إلى ذلك إذن نحن نتحدث عن انقساب أيضا جنوبي جنوبي لماذا المغالطة؟ أنا أعرف كثير من السياسيين الجنوبين ضد ما يقوم به العيدروس الزوبيدي إذن نحن نريد كما قلت دعني أنقل هذه النقاط إلى ضيف الآخر سيد منصور صالح نعم في هذا السياق يعني يقول ضيف الدكتور أحمد الدبعي يجب أن لا يعول على الخارج فيما يتعلق بالمشكلة اليمنية الحل سيكون داخليا وهناك شواهد تتحدث عن ذلك غريفتس إلى الآن على الرغم كما يقول الزوبيدي في هذه التصريحات للجاردين أنه التقاهم أربع مرات إلى الآن ليس هناك أي تواجد للمجلس الانتقالي فيما يتعلق بالنقاشات السياسية المتعلقة بحل الأزمة اليمنية لماذا هذا التعويل أساسا على الخارج؟ أولا أنا أقول أنه حتى لا يصدم أحداء وخصوم المجلس الانتقالي الجنوبي والجنوب أن بريطانيا لن تكون أول المحطات فقط ربما هي أول المحطات لكنها لن تكون آخرها وأبشركم أنه ربما ستكون هناك زيارات وربما سترون عدروس الزوبيدي في داخل الكريملين وفي داخل البيت الأبيض وفي داخل القصور التي تصنع القرارات الدولية العالم كله اليوم هناك مشكلة إذا كان هناك يعني ليس موضوع حديثا الآن إلى أين سيذهب أو لا لكن سؤالي الآن لماذا هذا التعويل على الخارج في نهاية المطاف جريفتس إلى الآن لم يتعامل مع من يمثل المجلس الانتقالي الجنوبي ونتحدث عن من يمثل هذا المجلس فقط كأطراف في عملية المشاورات السياسية التي تعقد سواء التي عقدت في السويد أو غيرها في المستقبل نعم هو السيد جريفت إلى اللحظة ما زال يتعامل في إطار وقف الحرب في اليمن وهو لم يحقق أي اختلاق في هذا الاتقال الحل السياسي الشامل للقضية اليمنية بما فيها القضية الجنوبية لم يبدأ بعد ما زالت الجهود الآن منصبة في إطار تنفيذ القرارة 2016 المتعلق بالانسحاب من صنعاء وعودة الحكومة وما إلى آخره وقد بدأت هذه الأمور تتضاءل وأصبحنا نتحدث عن تنفيذ اتفاق ستوكولوم ثم تضاءلت نتحدث عن ملف الأسرة ثم تضاءلت نتحدث عن الانسحاب من الصليف ثم نتحدث عن مطاح البحر الأحمر والسماح بخروج المواد الغذائية كل هذه الأمور ربما لا تشكل هما يستدعي أن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي في إطارها المجلس الانتقالي الجنوبي هو الحامل السياسي للقضية الجنوبية وهناك فعلا قواء جنوبية أخرى موجودة تؤيد المجلس وأخرى ربما لا زالت لديها مواقف لكن الشعب الجنوبي يرى أن المجلس الانتقالي الجنوبي هو الحامل الأكثر قوة والأكثر تأثيرا والأكثر حضورا في الشارع الجنوبي وهو المسيطر فعلا على معظم الأرض الجنوبية التعويل على الخارج في المرحلة هذه هو ليس تعويلا لكن هو محاول لشرح موقف المجلس الانتقالي الجنوبي لرؤيته لشرح موقف الشعب الجنوبي ورغبته في تحقيق تطلعاته واستعادت دولته عبر حوارات سياسية يرعاها المجتمع الدولي اليمن بشكل عام اليوم لم يعد دولة موجودة على الخارطة اليمن لم تعد السلطة اليمنية تملك شيئا من الأمر اليمن هو بات تحت الوصاية الدولية لا يستطيع مسؤول يمني أن يعود أو يخرج أي على شأن صغر شأن أو على لا يستطيع أن يعود إلى اليمن إلا بإذن من الدول الراعية والمجتمع الدولي الذي يقوم بالوصاية على اليمن وعلى كل ما يتعلق بشؤونه وعلى بره وبحره يجب الإشارة في هذا السياق نعم يجب الإشارة في هذا السياق لأن كل قرارات مجلس الأمن تخرج وتنص على احترام سيادة ووحدة اليمن وسلامة أراضي سيد منصور دعني أنقل هذا الكلام الذي تقول حول ما يمثله المجلس الانتقالي وهذا المحور قد كان بدأ فيه الحديث دكتور أحمد في إجابتي على السؤال الأول يبدو في نهاية المطاف أن المجلس هو الكيان السياسي الأكبر الذي يتحرك الآن من خلال على الأقل هذه الفعاليات التي يذهب بها ويتحرك أكثر من يتحرك في الجنوب ويمثل شريحة سياسية في الجنوب كما يبدو من يتحرك غيره حتى الآن من أشرت إليهم فيما يتعلق بالاجتماعات في مصر إلى الآن لم يحدث أي كيان وكان هناك كيانات سابقة تم الإعلان عنها وليس لها كما يبدو أثر كما يقول كثيرون يا عزيزي الحركات الوطنية التي لا تعتمد على نفسها هي مقرد بوالين سياسية ستنفقر عندما يقرر المقاول الذي يدعمها أن يفقرها المجلس الانتقالي لحد الآن ليس له إمكانية ذاتية للبقاء تحركه معروف من يحركه بالضبط وهذا عندما تتوفر ظروف إقليمية ودولية وضغوط أخرى ممكن تؤدي لانفقار بالون المجلس الانتقالي كما نشاء إذن هكذا يقول التاريخ الإنساني هكذا يقول التاريخ السياسي العالمي أي حركة وطنية إذا لم تعتمد على نفسها وتبني ذاتها بنفسها نصيرها هو الزوال والاندثار إذن إذا أردنا أن نتحدث عن مجلس انتقالي يعتمد على نفسه لا يمكن توصفه بهذا الشكل بأنه أتى عبر أحزمة أمنية ناسفة بنته دول التحالف ثم مكنته من سلاح وقوى غير خارق النظام والقانون ثم تعمدت هذه الدول على تغييب الدولة في الجنوب وبشكل عام في عدن ومنعت الرئيس عبد الربو النصر هذه من القدوم إلى عدن إذن هناك أطراف خارقية هي التي قعلت اليد العليا لنقل في هذه الظروف مع المجلس الانتقالي لكن هذا لا يعني استدامة الوضع على ما هو عليه والسبب أن هناك قد تتوفر ظروف دولية أخرى تؤدي إلى انفجار بالون كما قلت للمجلس الانتقالي الجنوبي وبالتالي نذهب إلى سيناريوهات أخرى وأعود وأقول وأكرم أن قضية الاستقرار في اليمن وقضية الاستقرار أو الانفصال الجنوب عن اليمن وما إلى ذلك هذه قضايا وطنية داخلية بالأساس وعندما نذهب للخارج لإيجاد حلول لها فإننا نزيد من تعقيداتها صدقوني إذا لم نصل إلى شراكة سياسية ونصل إلى نضغ سياسي في اليمن يجعلنا نتقه نحو مشروع عملاق يتسع للجميع سيتيه هذا البلد لن يستقر لا شمال ولا جنوب طيب يعني دكتور سيد منصور صالح بوضع الاعتبار ما تفضل به الدكتور أحمد الدبعي هذه التصريحات التي أدلى بها الزبيدي سواء كان يهدف إلى ما تقوله أنت أو كما فهمها الناس وفي نهاية المطاف الناس لهم فهمهم واحترامهم قبلت هذه التصريحات بالغضب حتى في الشرع الجنوبي بكل تأكيد لماذا لا يبدو المجلس الانتقال مكترثا بصورته أمام هؤلاء الناس الذين لا يدرون بخفايا ما يريده في نهاية المطاف عدرون الزبيدي توجيهه للبريطانيين لماذا يبدو راكنا على الدعم الخارجي من خلال تحركاته كما تقول أو كما يظهر من دبي إلى بريطانيا وكما تقول أنت الآن أكثر من دعمه أو ركونه على أصوات المواطنين ودعم الجماهير له على العكس لا يوجد غضب بالعكس يوجد هناك من هذه التصريحات يوجد هناك ارتياح كبير في الشارع الجنوبي تقاه التحركات التي يقوم بها المجلس الانتقال الجنوبي ويقوم بها الرئيس عدروس قاسم زبيدي القنوبيون باتوا اليوم يشعرون أن لديهم قيادة حقيقية يستطيعون أن ينثقوا بها قيادة هي على المبدأ ثابتة صامدة لا تتزعزع قيادة نثق أنها لن تخذلنا في أي لحظة من اللحظات الجنوبيون يشعرون بثقة لم يشعروا بها منذ سنوات طويلة بوجود كيان حقيقي قوي مسيطر على الأرض ويمارس السياسة باحترافية عالية لا توجد حاجة لشارع وتبرير مثل هذه التصريحات لأنها كيف يعني مسيطر على الأرض سيد مصدر صالح نعم تقول مسيطر على الأرض كيف يعني ذلك نقول أنه ثقة الجنوبيين في وجود مجلس انتقالي جنوبي بات يملك القدرة لفرض شيطر على الأرض وهو موجود عبر القوات الموالية له ليست في الجنوب فقط ليست الحزمة الأمنية وليست النقاب ولكن أيضا حتى ألوية العمالقة الجنوبية التي تقاتل لتحرير الشمال في الحديدة حتى أيضا القوات الخاصة التي تقاتل في صعدة لتحرير محافظة صعدة من الحوثيين أو لنزعها من الحوثيين القوات الجنوبية باتت قوة ضاربة وهي موالية بشكل مطلق للمجلس الانتقالي الجنوبي وهذا يعطي الشعب الجنوبي ثقة بأن لديه قيادة سياسية محنكة تمارس السياسة كما أشرت باحترافية عالية وباتت تحقق اختراقات مهمة وما يقري اليوم هو تطور ملحوظ يحسب لصالح المجلس في الدخول في مسارات سياسية تنتقل بالقضية الجنوبية من المحلية إلى العالمية القضية الجنوبية التي كانت تناقش عبر البالتوك وعبر صفحات الفيسبوك أو عبر وصال التواصل الاجتماعي الضيق وفي إطار الجنوب باتت اليوم تحت قبة البرلمان البريطاني في مجلس العموم وغدا كما أجرته ربما ستشاهدونها تناقش في الكريملين وفي مراكز صنع قرار دولي كبرى هذه الاختراقات تعطي الناس ثقة وأمل بأنه لديها قيادة حقيقية قادرة على مبارسة السياسة بقوة وبثقة وباحترافية ربما كنا نحتاج إليها في فترة ماضية نحن لا نعول على المجتمع الدولي في شيء نحن أساسا نعول على شعبنا الذي التفى وخرج بملايين الناس في عموم الساحات الجنوبية لتأييد وتفويض الرئيس الزبيدي لتشكيل مجلس التقالي ثم لتأييد قرار التشكيل ثم في مناسبات أخرى نعول على الملايين ومؤثر الأول في الذين اصطفوا الاستقبال الرئيس الزبيدي في حضر موت واستطفوا الاستقبال في أبيان وفي محافظات أخرى الصورة الرافعة للمعنوية التي شاهدناها أثناء نزول الرئيس الزبيدي وقيادة المجلس التقالي الجنوبي للمحافظة الجنوبية هي ما نراهن عليه وهي كلها مؤشرة واضح هذه النقطة هذا المجلس هو القول نعم سيد منصور صالح بقي لدي دقيقة واحدة أختم بها مع الدكتور أحمد الدبعي في نهاية المطاف دكتور أحمد مهما كان يبدو كما يقول كثير من المراقبين لن يكون هناك سلام سلام بالمعنى السلام الحقيقي الكامل على كل التراب اليمني إذا لم يتم إدخال طموح المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن هذه العملية أو الحل السياسي في نهاية المطاف ما رأيك بهذا السياق؟ في دقيقة إذا سمعت أنا أتفق الاستقرار في اليمن يجب أن يستوعب كل المكونات بما فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي لكن دعني أذكر الأخ منصور عمر الجنوب على فكرة دولة الجنوب كانت 23 سنة أو تقريبا يبدو 23 سنة وهي عمر أقل من حكم ديكتاتور عربي يعني عبد الله صالح حكم 33 سنة أكثر من عمر دولة الجنوب يعني هي عمر دولة القنوب العربي التي صنعتها بريطانيا فقاعة لا أكثر ولا حقيقة بس لا تزعر شيء أخ منصورة خذها يعني مني بمزع يعني حتى مش مشكلة فالحديث عن دولة القنوب والقنوب والقنوب وكأننا نتحدث عن دولة كانت لها ألف سنة هي 23 سنة بعمر يعني كما قلت نصف حكم ديكتاتور عربي وأنا ممكن أقول لك أن هناك تعليق لأني منتعاد أتكلم عن الدولة الرسولية التي حكمت 250 سنة تقريبا و240 سنة كان لدى الأستاذ منصور صالح تعليق نسمعه الآن أنا أقول أن هذه الدولة التي كانت أخي وجيه وأخي الدكتور البريفصور الدبعي أعلق فقط أن هذه الجمهورية التي يتحدث أنها لم تدهم سواء 23 سنة كانت الجمهورية الوحيدة التي ربما كانت خالية من الأمية وكانت الجمهورية العضو في مجلس الأمن الدولي وفي الجامعة العربية وحتى سفارة الجمهورية وضحت نقطة هي السفارات المعذرة أخي وجيه بس فقط السفارات الجمهورية لمن ديبقراطي الشعبية هي السفارات التي تتملكها اليوم قيادة الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية اليمنية والتي باعوها ومارسوا الفساد وضحت نقطة كلمة أخيرة دكتور أحمد الدبعي في عشر ثواني السلام هل سيتحقق قريبا أم لا مع مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي لن يتحقق السلام حتى ترتق لن يتحقق أي سلام في اليمن حتى يومن اليمنيون بأن الحال في اليمن هو حال يمني يمني بامتهال شكرا أشكرك إذن دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث كنت معنا عبر السكايب من بريطانيا من لندن وكما وشكر موصول إليك أستاذ منصور صالح الصحفي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عمان الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع والإنصاد في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني والتحرير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر